كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التضخم في مصر في نزول وأن هناك زيادة في الاحتياطية النقضية وخلال مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح مع عدد من الأعلميين ورؤساء التحرير شدد مدبولي على أن مصر قوة إقليمية تعمل على تحقيق مصالحها مع الحفاظ على ريادتها بالمنطقة حضراتكم شايفين مدى انشغال فخامة الرئيس بالملف الخارجي وأنه دايما في تواصل مع كل دول الجوار ومع دول النطاق المنطقة بتاعتنا ومع النطاق الأشمل مع القوى العظمى الموجودة في العالم عشان مصر تبقى يعني احنا دايما ما بنقول ماشيين في إطار المنطقة الملتهبة الأكثر التهابا في العالم اللي احنا موجودين فيها احنا ماشيين على حد السيف ازاي نحقق يعني مصالحنا كدولة وازاي دايما يعني يعني نحتفظ بقوة مصر ومكانة مصر والريادة بتاعت مصر في هذه المنطقة ودي حاجة مش كلام الموضوع ده مش كلام تعبير ولا إنشاء ده واقع حقيقي مصر ليها ثقة المعين ومهما كانت أزماتنا ويعني تعثرنا في بعض الأحيان بتظل مصر قوى إقليمية بيتعمل حسابها وبيتعمل حساب تأثيراتها وبالتالي بنبقى حرسين جدا كل الحرس في قراراتنا في خضم الأحداث الرهيبة والتصارع القوى اللي حضركم شايفانها إزاي نوازن وإن احنا ناخد القرار اللي يحقق الصالح العام وحماية أمن مصر القومي